عديلات متتالية شهدتها السنوات الأخيرة على قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا كان آخرها إلزام الأجانب الحاصلين على الجنسية بالتسجيل العسكري مع إمكانية سحب استحقاق الجنسية الروسية في حال تخلف الأجانب عن التسجيل الأولي في السجلات العسكرية ومع بداية العام الجاري دخل قرار جديد حيز التنفيذ حيث أصبح سن التجنيد الإجباري ثلاثين عاما بدلا عن سبعة وعشرين متضمنا استدعاء المواطنين الذين تبدأ أعمارهم من ثمانية عشر عاما للخدمة العسكرية الأمر الذي يقول عنه خبراء إنه جاء ضرورة لزيادة حجم القوات الروسية المعلنة سابقا بنسبة ثلاثين بالمئة لمواجهة التحديات الدولية الراهنة دون أن يكون للأمر صلة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رفع سن التجنيد غير مرتبط أبدا بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لأن المجندين الإلزاميين لا يشاركون في العمل القتالية على الأراضي الأوكرانية لكن الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بالميزات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن الروسي عقب الخدمة ومنها ما يتعلق بالتطور الوظيفي وبالتالي فإن الذين ينهون دراساتهم العليا بعمر 27 عاما لن يكونوا قادرين على الخدمة أما ثانيا الأمر مرتبط بمواجهة التهديدات التي قد تتعرض لها روسيا من حلف الناتو على سبيل المثال مجلس الدومة ينظر أيضا في تمديد مدة الخدمة في الجيش إلى سنتين بدلا من سنتين واحدة لكن الأمر لم يصل إلى مرحلة اتخاذ القرار بسبب عدم وجود حاجة ملحة لذلك كما تقول موسكو خاصة واسترتفاع نسبة المتطوعين المتقدمين للخدمة بموجب عقود مع وزارة الدفاع الروسية خلال سنة خدمة واحدة قد لا يتمكن المجند من تعلم كافة الخبرات العسكرية المطلوبة وخاصة تلك المتعلقة بأنظمة الاتصالات الراديوية أو التقنيات الحاسوبية المتقدمة وكذلك قيادة وإدارة الآليات العسكرية ذات التقنيات المتقدمة لكن في الوقت نفسه لا توجد حاجة لزيادة مدة الخدمة في الوقت الحالي نظرا لوجود عدد كبير من المتطوعين الذين يخدمون في الجيش الروسي بموجب عقود مدتها ثلاثة أعوام التعديلات تلك جاءت عقب كشف الكراملان النقابة عن خطط تهدف إلى تعزيز الجيش الروسي بقرابة 350 ألف جندي ليصل قوام القوات الروسية إلى مليون ونصف المليون جندي ضمن عملية تقول عنها موسكو إنها تأتي لإصلاح وتعزيز قدرات الجيش الروسي والتي ستستمر حتى العام 2026 فهذه صالح المشهد موسكو موسكو موسكو